يواصل الناخبون في ألمانيا الإدلاب بأصواتهم لاختيار خليفة المستشار أنجلا ميركل حيث يتولى الفائز منصب المستشار ورئاسة الحكومة المقبلة وعشية الانتخابات دعت ميركل المعطين للتصويت لمرشح تحول فيها آرمين لاشيت هذا وتجرى الانتخابات البرلمانية الألمانية كل أربع سنوات وقد جرت العادة أن يفوز الحزب المسيحي ديمقراطي بالمرتبة الأولى والحزب الاشتراكي ديمقراطي بالمرتبة الثانية غير أن صعود نجم مرشح الحزب الاشتراكي أولاف شولز قد يقلب المعدلة في هذه المرة في انتخابات هي الأكثر أهمية في تاريخ ألمانيا توجه الناخبون لمراكز الاقتراع لاختيار خليفة للمستشار أنجلا ميركل التي حكمت أكبر اقتصاد أوروبي لمدة 16 عاما ويختار الناخبون في ألمانيا نوابا أي ممثلين للشعب وبعد أسابيع من الانتخابات يختار هؤلاء النواب في البرلمان المستشار أو المستشار الذي يتولى بدوره تشكيل الحكومة وبشكل رسمي تنتهي فترة عمل ميركل مع أول جلسة للبرلمان المنتخب الجديد وهو أمر يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما بعد يوم الانتخابات وطالما لم ينتخب البرلمان المستشارة أو المستشار الجديد ستظل ميركل قائمة بمهام المنصب حتى يتم تشكيل الاتلاف الذي سيحكم البلاد وتتولى ميركل البالغة من العمر 67 عاما السلطة منذ عام 2005 لكنها تعتزم الاستقال بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا ومنذ إنشاء المستشارية الألمانية في عام 1949 تولى الحكم في ألمانيا للتحادية سبعة مستشارين رجال ومستشار سيدة ومنذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 تولى المسئولية ثلاثة مستشارين واعتمد كل منهم على حزب آخر في الاتلاف من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان